نقش الدكتور عبدالله أبو حرية لمن العام المساعد للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية الأحد مع وفد من وكالة إغاثة دولية سبلة عزيز الاستجابة الإنسانية في الجمن في ضل التحديات الرهنة التي يواجهها القطاع الإنسانية أبو حرية أعرب خلال اللقاء الذي عقد في مدينة المخى وحضره مدير المديرية سلطان محمود ورئيس الدائرة التنظيمية في المكتب السياسي وضح بن بريك ورئيس دائرة المنظمات والشيون الإنسانية فتحي المعمري أعرب عن قلقه إزاء التداعيات السلبية لتقليص المساعدات الإنسانية مؤكدا الحاجة الماسة لسد هذه الفجوة وبرمجة قطط طارئة لضمان وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين في هذه الظروف الحرجة ودعا إلى وضع استراتيجية شاملة لتطوير التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة تساهم في تحسين حياة اليمنيين على المدى الطويل وتعزز قدرتهم على الصمود كما دعا الهيئات والمنظمات الدولية إلى فتح مقار لها في المخى وحشد الدعم لمشاريع مستدامة تخفف من الأعباء عن كواهل المواطنين والنازحين على وجه الخصوص في المديريات والمناطق المحررة في الساحل الغربية ترجمة نانسي قنقر